القرار صدر في العشرين أوت سنة 2014 استجابة لطلب العديد من الصيادلة الذين أزعجتهم الاختلالات العديدة في المنوابة الليلية حيث تتواجد أكثر من صيدلية واحدة في محيط سكني صغير خارج توقيت منوابتها ما أحدث فوضى كبير ومنع المناوبين من تقديم خدمتهم للمرضى كل ولاية كان مكتب وطني ومكتب ولائي وكان أخلاقية المهنة مع المدير الصحة يتفهموا على الوضعية كيفاش بسحة نحن نطالب قانون يتطبق على الجميع هذا هو القانون نحن نريد أن نحافظوا عليها ونعطوها أخلاقية تحنيشان ونجد أن نتطبقهم الجميع نحن نعطي الواحد بالرغم من تمديد ساعات عمل الصيدلية إلى غاية الساعة الثامنة والنصف مساء وتخصيص جدول جديد لنظام المناوبة إلا أن العديد من الصياد لا يجمعون على أن الصيدليات المناوبة لا تكفي لتلبية حاجيات المواطنين كما أنها تعجز عن توفير كل الأدوية نطلبنا باش نعودوا نرأيوا المناطق للغارد لتبعيات المواطنين من صفحة المناطق للغارد وإنما تكون هناك تبعيات المواطنين من صفحة المناطق للغارد تجدر الإشارة أن القرار يتضمن تنظيم المناوبة بالنسبة للصيادلة ليلا وخلال أيام العطل والمناسبة الوطنية والدينية وتعرض المخالفين لها إلى إجراءات ردعية تصل إلى حد غلق الصيدلية المخالفة